ماذا عن نادي الزمالك؟ تعالوا نشوف إدارة الكرة بنادي الزمالك تعقف خلال الوقت الحالي على تجهيز قائمة الرحلين عن الفريق بنهاية الموسم بناء على طلبات البرتغالي جوزي جوميزا المدير الفني الفريق إلا أن الأمر برمته يتوقف على نجاح إدارة النادي في حال أزمة إقاف القيد التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي ويأكشف رقم 10 أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن الزمالك في الصيف تاني بشرط بشرط حل أزمة إقاف القيد يعني لو حلوا الأزمة اللعبة دي غالبا هتمشي أول أسماء محمد أشرف روقع لعب الوسط الذي حجز مكانه فترة طويلة في التشكيل الأساسي خرج من الحسابات الفنان المدرب جوزي جوميز خلال الفترة الأخيرة وأصبح اللعب على عتاب الرحيل نظراً لوجود أكثر من اللعب في نفس مركزه ومنح جوميز إدارة الكرة الضوء الأخضر لرحيله أيضاً سيد عبدالله نيمار خلال أيام الأخيرة أبلغ جوزي جوميز إدارة الكرة بالزمالك موافقته على رحيل نيمار على سبيل الأعرة خصوصاً بعد أن خرج اللعب من حساباته الفنية في الفترة الأخيرة إبراهيم نضايا اللعب السنغالي وضع نادي الزمالك شرطاً لاستمراره مع الفريق وهو تقفيد قيمة عقده حيث أنه لو وافق على هذا الأمر قد يستمر مع النادي لكن لو رفض فكرة التقفيد سيكون رحيله وبيعه وهو الحل الأنسب لنادي الزمالك زيادة كمال لعب الزمالك المعارق ليه من إنبي مع وجود بند بخيار الشراء في العقد من الأسماء القرية المرحيل عن الزمالك في الانتقالات الصيفية وعدم شراءه بشكل نهاي لكن هذا الأمر يتوقف على حل أزمة القيد حيث لو لم ينجح الزمالك في رفع يقاف القيد سيكون استمرار زيادة كمال هو الحل الأنسب لإدارة الزمالك بطبيعة الحال سامسون أكينيولا المهاجم البنين اقترب كثيرا من الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم خصوصا بعد أزمته الأخيرة ورفض القدوم إلى القاهرة قبل الحصول على مستحقاته المتأخرة هذا إلى جانب عدم وجود قناعة فنية كاملة بما يقدمه اللاعب مع الفريق ثم ناصر رومانسي مهاجم الزمالك أصبح على بعد خطوات من العودة الناديه السابق البنك الآلي خصوصا بعد الاتصالات تمت بين النادي واللاعب في الفترة الماضية وسط ترحيب من إدارة الزمالك إلا أنه حال لم ينجح الزمالك في حل أزمة القيد سيستمر أيضا ناصر مهر مع الفريق ده فيما يخص الأهل وفيما يخص الزمالك